الهارد ده شغال ولا بايز طب ازاي اعرف ان الهارد ده هيستحمل ويشتعمل معي طب ازاي اعرف الهيلس والساحة بتاعت الهارد ده كويسة ولا لا طب و ازاي اعرف العمر الافتراضي اللي هيشغل في الهارد وقاله قدينه شغال وتم استجدامه السلام عليكم ورحمة الله بركاته ومعكم ايمان شاوي من قناة طرق الفعل الخير ان شاء الله في الفيديو ده اعرفك ازاي تفحص الهارد بتاعك وتشوف الهيلس والبروفورمانس بتاعت الهارد ديسك من خلال برنامج اسمه HD Sentinel البرنامج ده طبعا عسابه لكو رابط ليه اسفل الفيديو في الوصف عشان تقدر تحمله بس اشرح لكو ازاي تعملوا الكلام ده كله وازاي تشوفو الهيلس والبروفورمانس بتاع الهارد وكمان العمر الافتراضي بتاع الهارد المتبق منه وكمان الهارد ده ستشغل قدينه عشان لما تجيب هارد ديسك تعرف تفحصه كويس كيف هو كويس ولا هيقعب معاك فترة كده وهايبوز ولا شغال معاك كويس ولا لا اول حاجة هنسطب البرنامج ده اللي هو HD Sentinel هنا بنختار اللغة او متوفر باللغات اللي قدامنا دي فانا هسبع على اللغة الافتراضية اللي هي اللغة الانجليزية ادوس اوكي بعد كده اضغط على Next بعد كده هوافق على الاتفاقية اضغط هنا على اول اختيار بعد كده اضغط على Next هنا بديني المكان اللي هيتسجل فيه ملف التسطيب بتاع البرنامج بعد كده اضغط على Next بعد كده بديني هنا الاسم اضغط على Next تاني بعد كده هيعمل لي هنا طبعا بيقول لي Create على دسكتوب ايكون يعني هيخليلي الايكون بتاع البرنامج اللي اشغل على دسكتوب فانا هدوس على Next هسيبي الى الاثنين الصح دول هدوس Next بعد كده هاتغط على Install هيبدأ بمعاني يتثبت البرنامج كده مديني علامي الصح هنا بيقوله اللي انا هدوس فينش هاشغل البرنامج لو رغيتها مش هاشغل البرنامج فانا هسابه عشان اشغل البرنامج كده البرنامج اشتغل طبعا الجزاء دي بيظهر لي الهارد دسك اللي اري هو هنا فيه هارد دسك مساحته وان تيرا هو بيديك المساحة بتاعتها تليمكتب تصمية 31.5 اللي هو يعتبر هو الوان تيرا بيرى المساحة دي ولو فيه هارد تاني انتحطه بيرى تحته هنا وهي هنا البرتشناب بتاعت الهارد دسك وبيديك معلمات عن المساحة الفاضية فيه والمساحة المريانا فيه او المساحة التخزيني اللي فيه هنا بيديني هنا الهيلس والبرفورمانس الصحة بتاعت الهارد دسك والاداء بتاعه الصحة مية في المية واداءه مية في المية فكده اداء كويس انت لو لقيت نازل مثلا تحت السبعين في المية وكده فانتا تعرف ان الهارد ده بدأ كده ان هو يقل وبيديك هنا الباور اون تايم يعني وقت التشجيل بتاع الهارد دسك ومية يوم اشتغل مية يوم وثمانتاشر ساعة هنا بيدك هنا العمر الافتراضي المتبقى من الهارد دسك بيقولي متبقى اكتر من الف يوم يعني كده كويس يعني فانتا تكون مركز انت على اللايف تايم او العمر الافتراضي المتبقى منه لوقت التشجيل تمام الشغل مت يوم هنا العمر الافتراضي هفضله اكتر من الف يوم فكده كويس لو قلته مت يوم او او متين يوم وكده فالهارد بتاعك بيعدي تنازلي وبعدك وقف منه خالص والهيلس والبروفورمانس تلما مية في المية خلاص تعرف ان الهارد بتاعك كويس جدا لو لقيته اقل من كده فانتا تعرف ان الهارد بتاعك خلاص كده بيبدأ اداء وقل هتحس البطء في الجهاز بعد كده الهارد ممكن يقف منه خالص وما يشغلش فانتا في الوقت ده اول ما تشوف ان الهيلس اقل من سبعين في المية وكمان الوقت التشجيل او اقل من تلتمية مثلا اقل من تلتمية يوم فانا عايزك انك تنقل الداتا المهمة عندك في هارد ديسك تاني او في مكان تاني اسكن باقه فلاشة او هارد ديسك خارجي او ترفع عن وان درايف احاول انك تشيل الداتا لان الهارد في اي وقت ممكن يقف منك وما يشتغلش فانت لازم تلحق تاخد بالك من النقطة دي او لو انت هتشيري هارد ديسك انصحك انك متشيريش هارد ديسك بيكون اقل من سبعين في المية وكمان اللايف تايم بتاعه تلتمية يوم او اقل مثلا كده تعرف ان الهارد خلاص ممكن ما يشتغلش فهنرجع معاكم راجع سريع كده الهاردات المتصلة في الجهاز بتعرف الجزية دي الهارد الاساسي بيكون في الاول زي ما انتشايفين بعد كده الهاردات التانية بتبقى تحتيه اه طبعا الجزية دي المكتوب عليها سبعة تعتين سي دي درجة الحرارة بتاعت الهارد فسبعة تعتين مناسبة فوق خمسين دي حاجة مش كويسة ببقى الهارد يجوز اه طبعا هنا حالة اه الحالة الهارد الهيلس بتاعه وهنا الاداية بتاعه وكده مية في المية فهنا تتعرف اللي هو كويس اه دوت عدد ايام العمل او الايام اللي اشتغل فيها الهارد ديسك فاما الجزء اللي تحت ده دي الايام المتبقية من العمر الافتراضي للهارد ديسك اتمنى اكون استفدتوا من حلقة النهاردة لو شاف حد من زمانك هشيره هارد ديسك جديد او هيشيره هارد ديسك مستعمل يبعدتو الفيديو ده عشان يعرف او يعرف اي بحص الهارد بتاعه ويشوف الهيلس بتاعه او الاداء بتاع الهارد ديسك والسحب تاترارد ديسك عشان ما يتلاحقش عليه ويشتري حاجة كويسة طبعا كالعادة امتساشة لي وتشترك في القناة وتفعل جراز التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية ولو عندك اي سفصار اكتب تعليقه اسفل الفيديو او رسلنا على صفحياتك على الفيسبوك طرق الفعالي الخير مع اي من شاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته